هذا الحب المنزلة في قلوب الناس سنقر معكم في ربع الموليتات بكثرة دوافع الدافع مشترك جميع المهالك حب المنزلة بين الناس حيالة قالوا تسعة أعشار حجاب القلب في حب المنزلة تسعة أعشار حجاب القلب في حب المنزلة وعشر في غيرها عشر تقود المصاعد الثانية والأمراض وقالوا آخر ما يخرج من الرأس من بلغ رتبة الصديقية حب الرئاسة أي حب المكان آخر ما يخرج من الرأس من بلغ رتبة الصديقية حب المكان الإنسان يعرف أن هذا ثربار موجود في بيته وعده ما خرجه ما بلغت الصديقية فماذا يفعله منطر يسكن في البيت وبيب فيه ثربار ماذا يفعله؟ ولازم يسكن في البيت والبيت في ثربار وما عرف يسكن في التقبان يتخلص منه ويقوم كيف يفعل في هذا البيت ومضطر أن يبقى منه؟ يبقى حديران إلى الآن يتخلص منه ثربار يبقى حديران لا يدخل يده في شكل لك إذا أراد أن ينام ينفق الفراش يتأكد إذا أراد أن يجلس يتأكد إذا أراد أن يفتح شيء يتأكد يكون دائماً في حلاط كذلك فق المنزلة على مرض سوى الله أن يعطينا وإياكم ينتبه الإنسان من خطورة يسمع الناس يكنون على شخص ويعرف فيها قلبك ويقول نعم ما شاء الله ومتاز بس هذا يعني لو كان يترضي كذا وكذا كان ممكن يكون أفضر من تباك الدافر في حبل المنزلة ما يريد أن يمعظم فينال منزلك أو يتفور عليك المنزلة لدى الناس يذكر فيه بعض المعايد ما يريد أن يصرف إليه تصرف إليه عنضار الناس أن يلتفت الناس إليه وهذا تقصر بكثرة في القلبة القلمة في سهل التغاير ما يريد الناس تنصرف عنه إلى شخص أو ما يريد الناس يعظمون شخص كما يعظمونه هو الذي يجعلونه كمنزلة هذه من الفرعونية الكثيرة ترليفون فرعونية خفية يا أكوان وكل واحد مننا في داخله دعوة فرعون خفية أنا ربكم ملاغب لأنها خفية لا يشعر بهذا الإنسان لا شعر بهذا الإنسان لنفاها لنمؤمن الحمد لله هذه موجودة تفيني آل منها على الربها من النظاهي قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهر واخشى عمليا وقد حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا واخشى عمليا وقد حق إمة طلعوا به زهرا طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعزم سلطانا وأكرم مزهرا